على الرغم من امتلاك العراق ساحة نموذجية في منفذ الشلامت الحدودي مع ايران للتبادل التجاري لكن لغاية الآن الجانب الايراني يرفض نقل الساحات لأسباب مجهولة وبعد تزايد المطالبات للجهات المعنية بضرورة نقل ساحات التبادل بدأت المضايقات تمارس من أجل إيقاف عملية نقلها وإبقائها عند البلد المصدر مطالبات ومن خلال قناتكم وصوتنا اللي يوصل عن طريق إعلامكم الحرب النزيه نحس أك ضغوطات صارت تتوجه على الساحة وعملها ضغوطات قانونا البلد المستورد يستفيد من عواد وجور البلد المصدر الآن هي ما أنه تهدر من سنة 2007 لحد الآن هي كان نقل الساحة بحالة ضرورة أمنية في سنة 2007 وكان المفترض ترجع وان تم إنشاء المشاريع وتم إنشاء هذا المشروع والآن يعمل المشروع بطاقة 10% من إنتاجه واردات عالية ومبالغ عالية تذهب بالجانب الإيراني المضايقات كثيرة من الجانب الإيراني للسواق العراقيين وبأشكال مختلفة عن طريق الجبايات الغير قانونية تارة وبالتعامل السيء تارة أخرى أما تحويل ساحات التبادل التجاري للجانب العراقي سيسهم برفض اقتصاد البلد وتشغيل الأيد العاملة هذه الساحة سوها خير من الله كنا نحن بالترابع ساحة أمان كاميرات حراسة ليلية دخول منظم سر مرتب ومرتاحين بس إحنا المعاني من عدة الجانب الإيراني الجانب الإيراني تدخل 10 ألاف منها 10 ألاف يعني حين متأذين المضايقات الجباية يأخذون عندنا هواي عندك سيارة البراد يأخذون من عندها بالـ 200 ألاف تقريبا تكلفة ما الحمل عندك سيارات الحمل تقريبا بالـ 150 ألاف يأخذون من الجباية أضافة إلى التعامل التعامل السلوب كلش تعبان السلوبهم حشي سامع زفت ماكو أي احترام ليش احنا نخلي خيرنا يروح لغيرنا معانات ومضايقات كبيرة لسواق منفذ الشلامت الحدودية عند عبورهم للجانب الإيراني وسط مطالبات كثيرة بضرورة نقل ساحة التبادل التجاري للجانب العراقي من البصرة يونس الرباعي التغيير